ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هايوم علي العنوان المستشار النمساوي في زيارة لإسرائيل لم نمنع من دول أوروبا الاعتراف بالقدس المستشار النمساوي والذي يعتبر زعيم الأصغر سنا في العالم يتعاهد بتحسين علاقات أوروبا مع إسرائيل نعم سباستيان كورتس في زيارة إلى إسرائيل هو شارك في مؤتمر إسرائيلي يهودي أمريكي وإسرائيل تنتظر تولي كورتس والنمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي عسى وعلى أن يؤدي ذلك إلى تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل وتحديدا تجاه ملف القدس لأن حتى الآن دول أوروبا ترفض نقل سفراتها إلى القدس طيب كنا نتحدث عن الفرحة الإسرائيلية دعنا نتحدث الآن عن خيبة أمل ربما إسرائيلية عنوان في صحيفة يدعوت أخرونوت العنوان وليام يقسم القدس يعني غضب إسرائيلي من جدول الأعمال الذي نشره القصر البريطاني والمتعلق بزيارة وليام نهاية الشهر لوصفه مناطق في القدس الشرقية على أنها جزء من الأراضي الفلسطينية الأمر الذي أثار غضب إسرائيلي كبير من جدول الأعمال الذي نشره القصر البريطاني المتعلق بزيارة وليام نهاية الشهر لوصفه المناطق في القدس الشرقية على أنها تابعة أو جزء من الأراضي الفلسطينية ما أثاري أن غضب إسرائيلي كبير وخيبة أمرنا هذه الزيارة حماس كبير في البداية بالسبب الزيارة الترخية للأمير ويليام تحدثنا في حلقات قبل عدة حلقات رانين من الأجواء الاحتفالية بإسرائيل بزواج الأمير هاري شقيق الأمير ويليام وكأن إسرائيل لازالت تشعر أنها تحت الانتداب البريطاني وأن الاحتفالات في بريطانيا هي احتفالات إسرائيلية ولكن هذا البيان للقصر البريطاني يثير بالفعل غضب إسرائيل لأنه لازال متمسكا بالموقف الغربي الأوروبي أن القدس الشرقية ليست جزء من إسرائيل